لو قلت لك ايه رأيك في الدورة العام للمصر السنة دي صراحة هو وجود فرقة جديدة دي حاجة كويسة يعني انا يعني شايف حاجة كويسة فيه عندهم امكانيات مادية الهيئات وكده بس انا عندي مشكلة برضه ايه هي انك حنلاقي الفرقة ذات الشعبية هتموت فيه فرقة اختفت دمياط البنصورة المينيا يعني اكتر من فرقة انا عايز بقى يبقى فيه امكانيات وفيش عبال الفرقة ما عارفش دي بقى هل انا قلت لما الكلام ده قبل كده ممكن الدولة دعم الأندية دي بقى فيه تعيد تدامن دولة هتدعم ايه ولا تعمل ايه يعني مع ربش المفروض بقى الأندية الناس اللي بيجوا بيديروا الأندية او بيديروا الرياضة معنا صح دي بقى تصنعها اقدر اعمل ايه دخلي للنادي ايه اشوف اعمل اي حاجة وفيه عندك قانون الاستثمار بقى موجود دلوقتي في الرياضة انا لازم استغالي الكلام دا كله كان مضبوط انما هعيش على الدعم بتاع الدولة دولة هتدعم رياضة لا اي طريقة هيجي بقى هيجوا ناس لازم الراقصاء الأندية والاتحادات لاني يشوف الناس اللي سبونسورد اللي هم هيرضروا لطلعوا حاجات انما الدولة ايا كان بس يعني النقطة ديها كنت مش عايزة مش عايزة أندية دي تختفي لان المهم الشعبية الشعبية مهمة جدا في تطوير الكور طيب لو قلتلك مشكلة تحكيم السنادي اللي ظهره قوي على الساحة انت شايفها ازاي وازاي نتغلب على الصعاب اللي فيها والمشاكل اللي فيها بس انا شايف النقد ومبلغ فيه برضو كبير وما ننساش برضو موضوع الفار ساهم كتير وساعة كتير او في القرارات ما بيرجعش للفار كان بيشوف الفار ومش عاوز يحسب ساعات تحكم الفار بيندهله ما بيروحش بسألش فيه ممكن يكون هو مقتنع بحاجة هو حقه كبير هو لو حاسس بشك يعني انت شايف التحكيم ايه السنادي انا شايفه كويس كويس بشكل عام كويس طيب الفار ظالم والله مظهور ومشكر التحكيم يعني اصروا برضو بصوا حضرتك موضوع السيديات التحليل دي برضو عملت لا انا بكلم الحاجة مقتنع بيها يعني حكم ما فيه اخطاقة كابتن موجودة ماشي ما انا عاوز لك حاجة لو الفرقة بتلاقي فرقة وفرقة لها خمس ضربات جزاء ما يحسبش الضرب خمس ضربات طبعا فيه اخطاق حاصلك كتير فيه بيجامل مين هو مفروض في وجود الفار الاخطاق دي تبقى نادرة ما هو الفار ده ما اقوله عشان كده نعم فيروح يشوف الفار وبقى نرجع وانا لك لا مش بالنزايا جماعة دي امبروجي اتنظرك طيب واحدة اتنين انا ما ثلاثة انا شاف التجربة الفار لسه يعني ما عاوز اتدراسها كتير عاوز او مرسة ودراسات ودوراتها كابتن مهمة جابتن طيب انت شاف بدون طبعا انا عارف انت ولائك لنادل اهلي الاجيال اللي بسلت تاريخ النادل اهلي انت فرقت مين احسن جيل اللعب والناس بقت يعني استمتعت بالكورة انا مش بدون مجاملة مش عايز تكون مجامل الدمج اللي حصل بين جيل السبعينات والثمانيات السبعينات والثمانيات ليه بقى كابتن انا بقصها بطولات افريقيا وده ما نقول الكلمة دي طبعا البطولات اللي احنا حصلنا عليها في الفترة ديت واللي ربنا وفقنا وكرمنا وخدنا لقب القرن على المستوى القرى طبعا انا اعتقد يحسب لجيل السبعينات وجيل الثمانيات لما حصل الدمج بنا وقدروا يحققوا اللي هو اتجرق على القرى الافريقية بالضبط ده طبعا كابتن اسماعيل الاول وما كانش في احترافة كابتن مفتوح احنا كنا شوف تيكر كانون يا ويندو وكوتوكو كلهم لعيبة دوليين طبعا التراكت صعبة جدا والمسابقة افريقيا كانت صعبة جدا احنا ما كناش جيل قوي جدا ما كناش شفناه لقب نادي القرى ممكن نروح حتى تاني انما الحمد لله ربنا وفقنا وطبعا مش موجود لعبين موجود لعبين واجهزة فنية وادارة ومجلس ادارة يعني جيلك هو الاعظم في تاريخ النادل مع الجيل بتاع حضرتك مع الجيل بتاعنا بدليل ان الاسماعيلي فاز باول بطولة افريقية على مستوى القرى افريقية هنا بالنسبة لمصر هو الاسماعيلي فاز بالضبط طيب لو قلتلك الاختيارات اللي تمت لمدرب منتخب مصر او مدير فني منتخب مصر انت شايفها ازاي اتصدق عشان بس ماقولش اي حاج انا ما تبعتهاش ما تبعتهاش التشكيل الده ما قرتوش ما تبعتوش انا قريب برضو بس تقريبين العناصر اللي هي هو كان اهاب جلال والحضري ومحمد شوق ماعرفش مين تاني اللي مابود معاه اللي هو القايمة اللي هي اللعب المحترفين هم معرفين مصبتين لا انا مكلمك على تعيين الجهاز اه حالك تكلمه على التعيين استخدرت اختار اللعبين اه اه ايه رأيك في الاختيارات او 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 في معايير اللي بيختارها على دوقها اه اتكلم بصراحة اه طبعا او لو كان الرأي يعني محبش الكلام اللي وسط اه وحش او كويس اقوله الخلاص يعني ما نازم نقوله الخلاص وانا بكلمك على ايه احنا مش يعني احنا مش في الحالة تقييم اختيارة كابتل اللعبين انا شايف خلاص الناس ديت اتحطت وتولت المسئولية يعني بقى مساعدين لازم نساندهم اه انا بكلمك على الاختيار هل في معايير معينة تتحط عشان نقدر نختار بيها مدير الفني حتى بعد كده احنا غزبا عننا لازم نقف وراء الجهاز او المعايير المهمة جدا انت شايف ان في معايير معرفش عالهم عندهم معايير في اتحاد الكورة او لا بس يا لازم انا رأيي الشخصي المعايير تكون معلنة انت انت اصلا في اتحاد الكورة في الفترات الفادية كان في معايير انا مش عايز اهاجم اتحاد الكورة كبير لا يا سيدي وانا بقولك هاجم اتحاد الكورة ممكن يكون مهمة مع بعضهم حطوا معايير معينة وبناء عليها رجحت كفة عن كفة طيب بس انا عشان اقول الكلام الاحساسي رأيي الشخصي انت عايز احدك توصل لنقطة معينة يمكن اللي انا حقولها انا مش معها ولا ضد اه لا انا بتكلم على الاختيار اه انا كنت شايف الارب حسام حسام مين حسام حسن لا انا بتكلمش على كده برا اه انا بتكلم على حسام او فلانة او اعلان انا بتكلمش على شخصية على واحد بعينه يعني انما انا بتكلم بصفة عامة الاختيارات المفروض بيش بقى في لي معايير ومقاييس والكلام ده كله المفروض هل ده موجود في اتحاد الكورة اه بشك ده طول عمرها حسن الشيحات اقول لي مين بعدينه مين مفيش حد اتكلم على مدير الفني مدير الفني وانا بتكلم على ايه ما هو مدير الفني مفروض الحاجات دي التازمة كل ثابتة ومعلنة للعالم كله المفروض تقوم معلنة طيب الاختيار تم على هذا الاساس انت عندك انت عمرك وانت لعيب كورة اسوأ في النادي الاهلي او روحت من طب كان هناك معايير شقرتها او شفتها لا صعب طيب ده اللي انا اقصده طيب نروح جزء حاجة مهمة جدا احنا لماذا فشلنا في الوصول الى كراس العالم بامانة تلسه هتفكر لا مانا افكر يا كابتن انت سؤالت هتفكر اقوله بفقه وطول كده واضح يا محبوض الكلام كله انا شايف هل النظام هل مفيش سيستم عندنا هل مفيش خريطة ثابتة لا مالتخطيط ده في حاجات كتير ما انا بقولك هل مثلا اه في مجملات في الاخترار المدير الفني هل في حاجات كتير جدا لا انا انا شايف كروش قدى المهمة بشكل كويس كويس كان ممكن استغنوا عنه ولا ممكن وانا وانا رأي الشخش شخصي كان يستمر احنا اه محقناش نتاج كفوز ببطولة او وصول الكاس عالم بس شو 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 بالزبط هيكل ضم العيبة جدد اثبتت كفاءتها واحنا كاداء وصلنا المرحلة يعني لا اقرب مرحلة لا اعلى مرحلة او اخر مرحلة سواء الحصول على طول افريقيا لعبنا النهاي او سواء الوصول لكاس العالم لعبنا المورال فصلة اه ممكن كان فيه اخفاء شوية في البطولة العربية الاداة تحسن بعد كده انا شايف وصلنا المرحلة فنية كويسة والراجل اللي اتفع بالمستوى الفن على المستوات السابقة انا شايف كده والاداء اللي لعبنا بيه والاداء هايل واعتقد لو فيه شوية توفيق شوية كنا ممكن على الاقل لنوصل كاس عالمنا نحصل على طولة افريقيا بس هو في النهاية برضو الراجل ما عملش حاجة هي دي مشكلة يعني هي دي المشكلة بس سنة شايف كمستوى وارتفاع بمستوى كان يستمر ما تقدرش تقيمه في الفترة الزمانية الصغيرة دي بس هو ارتفاع بالمستوى الفن بس احنا مصر متعودة ان احنا بنكتب بأم افريقيا طول عمرنا يعني احنا اكتر دولة بنكتب بأم افريقيا عارف كابتن كان عندنا فرصة كويسة امتى كابتن حسام البادري اوليه بالمواتشاط الودية في الاجندة الدولية احنا كابتن احنا احنا بقينا الخامس دلوقت احنا كنا السادس تعال في المجموعة بيحط اول خمسة مستوى اول حط الباقي التالية احنا الوضع الطبيعي لو كان اهتم حسام البادري بالاجندة الدولية ومباراته الدية هل ده خطأ حسام البادري ولا خطأ في التخطيط في التخطيط طبعا اعتقد المجلس الاداري الموجودة اللي هو اللي بتاع السلسية دي بالظبط طيب دي كان سهل يا كابتن النقطة دي خطيرة معلش انا اسف هاكد عليها كان سهل كنت ممكن تقابل مثلا ايه غانا اللي واقع الكونغو مالك بس دي بالشرطة ان احنا ايه طب ما عندك الجزائر كان بمساوة اول وكان عندك نانجيريا مساوة اول ماشا كابتن ما هوا بطلعوا لما بتكلم احنا عندنا اجندة بس الفرصة كتبقى أسأل عندك اجندة سابتة ما قابلش اقوى فرق يا كابتن في افريقيا صغير طب مع الجزائر هيك تصنيف اول واخدر بطولة السنة اللي فات وتطلع وعندك نانجيريا كمان انا بتكلم على عندك اجندة مخططة مخطط كده انك توصل السنة اللي جاية او الاربع سنين توصل كاس عالم ازاي او هتاخد امه افريقية ازاي هل ده عندك موجود؟ اوقت الحالي لازم يتم اوقت فكر بقى لازم يتم يا كابتن لازم يتم؟ العملية ماشي عشوائيا اه لازم يتم انا نتكلم بصراحة لازم يتم وتبقى معلانة كابتن طبعا التخطيط اللي يتم يعمل طمال صحب متخب المانيا المدير الفني قعد فيه كم سنة اللي بتولاهم ورأي بتاع انجلترا الوقت كم سنة عفاك المانيا طوال تاريخ الدولي 13 مداري بدربهم احنا ما عندناش نظام من القاع للقمة لازم خلينا نتكلم بصراحة او الجانب العلمي اللي مفروض العالم كله لا مهمة تماما مهمة تماما طيب طيب